السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناخد مع بعض النهاردة الدرس الخامس والأخير في الوحدة الرابعة تطبيقات على المحيط والمساح في حاجات هنسبتها مع بعض عشان هنشتغل بها يعني ايه ضعف؟ يعني هضرب في اتنين وإحنا اتفقنا ان امثال يعني ضرب فلما اقولك ثلاثة امثال يعني فيه ثلاثة اربعة امثال يعني فيه اربعة خمسة امثال يعني فيه خمسة النصف يعني هنقسم الرقم على الاتنين بحق الله يعني لما يبقى فيه فلوس على الترابيزة هنقسمهم بالنص يعني كل واحد فيهم هياخد نص يعني الرقم ده يتقسم على الاتنين بحق الله وطبعا ربع لو جت يعني يبقى احنا هنقسم على الاربعة طيب يجي السؤال يقولك مستطيل طوله تلاتة سنتي عرضه ضعف طوله يعني ايه عرضه ضعف طوله يعني عرضه قد طوله مرتين فانا هاخد التلاتة ضعف يعني في اتنين تلاتة في اتنين بستة سنتي تاني مستطيل طوله خمسة امثال عرضه عرضه عشرة فان طوله حضرتك بتقولي طوله خمسة امثال عرضه يعني خمسة فيه العرض يعني خمسة فيه العرض عشرة خمسة فعشرة بخمسين سنتي تاني مستطيل عرضه خمسة سنتي طوله اربع امثال عرضه اوجد محيطه طيب انا عندي العرض فين الطول اربعة امثال العرض يعني اربعة فيه خمسة بعشرين سنتي بس ماينفعش تقف هنا لانك لازم تجيب المحيط هو اللي طالب عند القانون لمحيطه المستطيل ايوة ميس هفتح قوس واقول الطول زائد العرض الكل في اتنين او اللي زائد دابليو واقفل القوس واقول فيه اتنين الطول انا تعبن فيه من شوية عشرين زائد العرض هو مديهولي خمسة كل ده بعد مجمعه هبقى اضربه في اتنين طب ما تيجي نجمع كده خمسة والهوى خمسة واللي اتنين هتنزل ولما تتضرب في اتنين هقول خمسة في اتنين بعشرة صفر ومعايا الواحد اتنين في اتنين باربعة وواحد خمسة تقرأ خمسين سنتي طيب تعالى تاني مستطيل عرضه اتنين متر طوله ستة امثال عرضه اقف هاد بقى الطول والله العرض اتنين متر الطول ستة في اتنين بكام اتناشر متر اما الهوى عايز ايه يا ميس والله فين النقط ادي النقط الكلمة اللي قبل النقط مسحته عندك قانون لمساحة المستطيل ايوة يا ميس اللي هو ايه الطول في العرض او ال في دابليو يعني هاخد اللي اتنين اضربها في اللي اتناشر اتنين في اتنين باربعة اتنين في واحد باتنين وهكتب متر شبههم بس عشان انا بجيب المساحة اللي عليها نقطتين فوق اتهن مربوطة زي ما اتفقنا هحط عليها اتنين بقت كده متر مربعة طيب قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادر تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس قطعة ارض على شكل مستطيل عرضها ستة متر طولها ضعف عرضها احسب طول قطعة الارض حضرتك بتقولي طول ضعف العرض يعني الطول يساوي ضعف يعني اتنين فيه العرض يعني ستة اتنين في ستة باثناشر متر شبههم انا بجيب الطول مش هحط عليها حاجة طيب اخر واحدة مستطيل طوله عشرة سنتي عرضه نصف طوله فان عرضه او الله هو الطول اصلا عشرة نص العشرة يعني هقسمها على الاتنين كل واحد فينا ياخد النص بحق الله عشرة على الاتنين فيها الخمسة سنتي فهمت يا شباب؟ اول حاجة عندي ان المربع الكلمة اللي بتمشي معاه هي كلمة طول الضلع يعني في محيط المربع كنت لازم تقول طول الضلع فيه في مساحة المربع لازم تقول طول الضلع فيه كلمة محيط ميم حيطة اربع حروف فعلشان كده في المحيط بتقول طول الضلع في اربعة لكن في المساحة بتقول طول الضلع في نفسه طيب لو انت هتشتغل بالانجليزي فطول الضلع يعني اس فكأني بقول لك محيط المربع يعني ايه؟ هتقول لي اس في اربعة طيب مساحة المربع هتقول لي اس في اس ودي بتيجي في الاختيارات يقول لك محيط المربع اس في اس ولا اس في اربعة لكن احنا في المسائل بنشتغل بيها بالعرب يعادي طيب بالنسبة للمستطيل الكلام اللي بيدل عليه ايه؟ قالك الكلام اللي بيدل عليه كلمة الطول وكلمة العرب ففي المحيط امفاتح قصين وقايل الطول زائد العرض وقافل القوس وكاتب في اتنين يعني عندي جمع وعندي ضرب بس الجمع جوه القصين والضرب برا لكن في مساحة المستطيل ما كانش عايز اصلا يحيرك فقالك اضرب بس فانت قم تواخد الكلمتين بتوع المستطيل اللي هي الطول والعرض وضربهم فبعض طيب الطول يرمز لي بالرمز L العرض يرمز لي بالرمز W فانا هنا في الطول ممكن اشيل وحط L زائد اشيل العرض احط W وقفل القوسين واقول في اتنين عشان لو جتلك في الاختيارات لكن في مساحة المستطيل بشيل الطول وحط L في اشيل العرض وحط W ده كده الدرسين اللي فاتوا ام اليميس الدرس بتاع النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن قيمة مجهولة ايه هي القيمة المجهولة بقى؟ يعني مثلا حاجة تكون ناقصة من الحاجات اللي بتكون القانون يعني بالنسبة للمربع مثلا فممكن يكون الناقص طول الضلع بالنسبة للمستطيل فممكن الناقص يكون الطول او يكون العرض هعمل ايه لو واحد فيه الاساسيات بتاعة القانون مش موجودة؟ خلينا باسملة اولا بالنسبة للمربع فاكيد الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبقى ناقصة فتعطل لشغلي سواء في محيط المربع او مساحة المربع هي طول الضلع اللي هو S لو المسألة احنا عندنا فيها المحيط هقوله والله طول الضلع ده المحيط على الاربع طيب افرد بقى عندنا المساحة يعني زي السؤال ده مربع مساحته 49 سنتيمتر مربع فإنه طول ضلع وعشان تفتكر ان المساحة بتاخد سنتيمتر مربع يعني عليه اتنين فالمساحة اخر حرف فيها ته مربوطة وفيه نقطتين علشان كده بياخد الاتنين المحيط ما بياخدش المحيط بيشتغل بوحدات الاطوال او عتقولي بقى طول الضلع الصغير هقول المحيط على الاربع في ثانية واحدة هقولك فين المحيط اللي انت بتقولها تاخده تقسمه على الاربع التسعة واربعين يا ميس لا اصحة التسعة واربعين جي مش محيط بص على الكلمة اللي قبلها التسعة واربعين جي مساحة ما تقدرش التعامل معها على انها محيط الله أم الاعمل ايه يا ميس هو في قانون لطول الضلع باستخدام المساحة قالك لا انا اسهلها عليك تعالا نحكي الحكاية من اولها هي المساحة دي اللي هي التسعة واربعين كانت جاثمنين مساحة المربع يا ميس ايوة مساحة المربع اصلا جات منين والله يا ميس اللي انا اعرفه ان المساحة دي يعني طول الضلع في نفسه يعني اكيد كان فيه رقم انا ما اعرفوش الضرب في نفس الرقم اللي انا ما اعرفوش ادنا التسعة واربعين حلوة قوي كام في نفسه موجود في جدول الضرب يدينا تسعة واربعين حاجة في نفس الحاجة مش اي حاجة وخلاص السبعة في سبعة يا ميس حلو يبقى اكن ده اللي هو طول الضلع بسبعة ونفسه اللي هي سبعة بس كده يبقى انا جبته طول الضلع بسبعة صمت احنا دلوقتي المطلوب مننا الطول طول المستطيل وطالما طالب منك الطول يبقى اكيد مديك في المسألة الحاجتين النقصين اللي هم مين بقى العرض ويا المحيط يا المساح تعالى نمسك لو هو عايز مننا الطول ومديك العرض ومديك المحيط كده كده الحاجة الكبيرة اللي هيدهالك هتبقى فوق وهتتأسم مين الحاجة الكبيرة دي يا ميس سواء المحيط او المساحة فالتنين كبار يعني في الحالتين عشان تجيب حاجة نقصة في النص يا هتقوله المحيط على يا هتقوله المساحة على فلما جيت قلت المحيط على لقيت ان الرقم اللي موجود في محيط المستطيل هو الاتنين فعلشان كده قلت المحيط على الاتنين طيب انا لو سكت مش هقدر استخدم العرض اللي هو هيدهولي ما هو العرض كده مش موجود لازم يظهر فهعمل ايه؟ الضرب في القانون الاساسي بتاع المحيط اتحول لإسمه يبقى الجمع في القانون الاساسي بتاع المحيط هيتحول لطرح ناقص العرض يبقى انا بقسم الاول المحيط على الاتنين وبعدين اشيل منه العرض وافتكر ان الشرطة دي هي الشرطة دي يعني لما يعوز منك العرض اكيد هيديك الطول وممكن يديك المحيط ولو ادك المحيط في المسألة يبقى المحيط ده هو الكبير اللي هنبتدي بيه ونقول المحيط على وعلشان خاطر الرقم اللي كان موجود في المحيط المستطيل كان اتنين فانا هقسم المحيط على الاتنين ومش هينفع ما استخدمش الكلمة التانية خلي بالك حبيبي إلا نقوله انت ما تقولهوش يعني انا لما سألتك على الطول القانون بتاعه كله ما كانش فيه كلمة الطول كان فيه الكلمة التانية ناقص العرض فلما سألك على العرض يبقى هتقولي المحيط على الاتنين ناقص الكلمة التانية اللي هي الطول يبقى ده كده القانون بتاع العرض لو موجود عندك في المسألة كلمة المحيط افرد بقى كان عايز الطول هنا هنقول هيديك العرض والمساحة ساعتها هتعمل ايه انا فاهم يا ميس كده كده الكبير هيتحط فوق وهقول على هلو بس انا ميس محتارة قوله على كام تعالى نرجع للقانون الاساسي مساحة المستطيل دي كانت اصلا فيها ارقام لا يا ميس ما كانش فيها ارقام يبقى انت مش هتقدر تقوله المساحة على رقم امال هقوله المساحة على ايه يا ميس على الحاجة التانية اللي هي ايه العرض يبقى الطول لو عندك مساحة في المسألة هتقوله المساحة على العرض وطبعا العرض المساحة على الطول هنا أسهل عشان ما فيهاش أرقام الكبير فوق على اللي أنا أقوله أنت ما تقولهوش أنا قلتلك الطول يبقى أنت تقولي على العرض لو قلتلك العرض يبقى أنت هتقولي المساحة على الطول وبكده يبقى خلص الدرس ولو أنت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي أنا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحت في الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حل الامتحان عشان ترتاح من الدرس ده خالص أشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته